الحقيقة قبل ما أبدأ كلامي في موضوع تساقط الشعر عايز أتخيل إيه شعور الإنسان كده لما يلاقي شعره عمال يقع وخايف إنه هو ما يعرفش يرجع لمظهره اللي هو متعود عليه وبيحبه الحقيقة دي مشكلة بتسبب أرق شديد جداً للجنسين للميل والفيميل بيبقوا لأن الشعر هو تاج الجمال زي ما احنا عارفين وبيسبب يعني هو جزء كبير جداً من جمال الشخص فبيبقوا الانين داخلين الحقيقة بيبقوا زي ما يكونوا شاقط يعني مخضوضين من موضوع التساقط ده وبعايزين له حل بأي طريقة يعني إيه أنواعه الأول قبل ما نقول أسبابه وإيه أنواعه في تساقط الشعر الجنرال اللي بيتم من كل فروة الراس وفي تساقط تاني بيكون لوكاليز من أماكن محددة موضعي موضعي بيكون موضعي من أماكن لقي جزء معين من الفروة الراس هو اللي بيفقد أو بيتم فقد الشعر منه لما نتكلم مثلاً عن الجنرال ده أو اللي موجود من كل فروة الراس هو الحقيقة كذا نوع على سبيل المثال مثلاً في النوع اللي بترجمته بالعربي اللي هو الكربي تساقط الشعر الكربي ده بيحصل له كذا ميز يعني كذا كاركتور يعني إنه هو بيحصل فجأة للشخص وبعدين كربي يعني له علاقة بالكروب والأحزان والضغوط العصبية ده حقيق دي ترجمته باللغة العربية بيبقى دايماً قبليه هستري يعني بيدخل الشخص مثلاً يقول فجأة لقيت شعري بيقع وبتساقط بكيميات كبيرة وأحياناً على فكرة بدخلوا معاهم الشعر ده موجود في الفرشة أو في كيس بلاستيك يعني عشان يثبته إنه قد إيه فعلاً فيه سقوط للشعر أول سؤال بنسأله لهم إيه اللي حصل في الثلاث شهور اللي فاتوا لأن أحياناً كتير مبقوش هم قادرين يربطوا بين الأحداث هم مش فاكرين اللي حصل بنسأل مثلاً هل فيه عملية جراحية تمت هل فيه سترس شديد سواء كان نفسي أو عصبي مرض شديد ودر ارتفاع في درجة الحرارة أنواع معينة من حزن شديد على عزيزمات أو حاجة في الغالب بيكون فيه أحد الأسباب اللي هي بتؤدي إلى ذلك فبنتم منهم بنقول لهم إن ده إن شاء الله هيتحسن مع مرور الوقت لكن طبعاً ما بنسكتش على كده إحنا بنبدأ نعالج ونبدأ نكتب علاجات حسب الحالة اللي موجودة قدامنا وبرضه وبننساش طبعاً يعني الفحوصات اللي ممكن نعملها هنقول العلاج إفندي بس نكمل بقى النوع بقية الأنواع العامة أحد الأنواع فيه نوع تاني اللي بيحصل نتيجة إن مثلاً إن الكيموثرابي واللي هي العلاج الكيماوي ده بيبقى فاقد جديد وهو بيبقى برضه معروف سببه ولما بينتهي السبب بيبدأ الشعر بيرجع فيه النمو مرة مرتاً فيه أحياناً النوع التساقط الشعر الصلع الوراثي الصلع الوراثي الصلع الوراثي مثلاً ده موجود بالنسبة مش قليلة وبنشوفه كتير وبنشوفه في الميل والفي ميل سيداته في الرجال أنا عندي صورة برضه بتوضح شكل الصلع الوراثي ويمشي إزاي هنا بنشوف الصلع الوراثي وبنشوف إن فيه فرق بين الاثنين يعني الحقيقة في الاثنين بيبقى فيه سبب هرموني وسبب وراثي لكن شكل السقوط الشعر بيختلف بين الرجل والست الرجل بيبدأ يرجع الشعر من الجزء الجانبي من الجبهة وكمان من الجزء الأوسط من الرأس وبعدين يبدأ تتسع المناطق دي لغاية لما تتلقى مع بعض ونوصل لمرحلة النهائية أما السيدات فغالباً خط الرأس الشعر الأمامي ده بيكون موجود الاتساع هنا بيتم من منطقة الوسط فنبدأ تقول أنا بدأت فروة راسي تبيني وبدأ الخط اللي في النص ده يتسع ده بيبقى نتيجة كذا حاجة أولا نتيجة إن الشعرية نفسها بتكون عندها ميول أو بنقول إنها حساسة أكتر لهرمون الذكور ومش بشارط خالص إن هرمون الذكور يكون مستوى عالي ممكن يبقى مستوى طبيعي بس الشعرية في المكان ده عندها حساسية لهذا الهرمون فعشان كده الشعرية لها دورات نمو دورة النمو بتاعتها اللي هي فيها بتطول الشعرية بمفوض إنها سنين في الشخص العادي من 2 إلى 6 سنين في الحالة دي الشعرية دي فترتها بتقل جداً وتتحول من سنين لشهور وبتبدأ تقع نتيجة التأثير الهرمون على الشعرية وما تطلعش تاني لا ما بتطلعش تاني كمان الشعرية غير إنها بتقع في الشعر الباقي بيحصل له نوع من نوع السنينج يعني بيرفع شعرية نفسها بترفع سمكها بقل علشان كده يبدأ الشخص يقول أنا بدأ تفروت راسي تبين حتى لو مش حاسس بكميات كبيرة من الشعر بتنزل قدامه تمام الأنواع الموضعية بقى دكتور في بقى أنواع موضعية زي مثلا الثعلبة الثعلبة زي الثعلبة كل الناس عارفاها الثعلبة في نوع من التينية فطر يعني نوع ده مرض فطري بيجي في فروط الرأس وبرضه بيتقدي بيسيبه القراع والحاجات دي آه بيقدي إلى فقد الشعر في المكان ده في كمان حاجة سايكك شوية يعني مرتبطة بالحالة النفسية إن في بعض الأشخاص من غير ما يشعروا بيشدوا شعرهم وبيقطعوا من أماكن محددة وأحيانا ده بيتم بدون وعي يعني هم مثلا بيكونوا فقاروا في موضوع أو حد بيزاكل أو أندرسترس وعملين عبر شعره يشده آه ودايما هم على فكرة بينكروا القصة دي طيب العلاج بقى حضرتك وهل طبعا بيختلف حسب السبب العلاج طبعا حسب السبب يعني زي ما قلنا لو أنا يعني عندي نتيجة سترس أو ضغط عصبي زي ما قلنا أو نتيجة حاجة حصلت موقعتها احنا أول حاجة بنطمن الشخص كواس جدا لكن في نفس الوقت احنا بنحاول نعمل سببورت للشعر الموجود ده ونطول فترة النمو بتاعت الشعرية فده بيكون عن طريق كذا حاجة عن طريق علاجات منزلية بياخدها الشخص في البيت في عندنا طبعا حاجات كتير بنختار منها الحاجة المناسبة اللي بيبقى فيها المواد اللي بتقدي إلى تحفيز نمو الشعر دي بياخدها الشخص وبنعمل طبعا الانفستيجيشنز اللي بنعملها وبنشوف سورة الدم وبنشوف الحديد وبنشوف الفريتين وبنشوف فيتامين دي لو لقينا اي نسبة من دول فيها خلل بنعوضها على طول بان احنا بندي سواء مثلا هندي حديد او هندي حاجة لنقصة بنعوض في بالنسبة بقى للحاجات تانية بقدر احنا عملها في الكلانك بنستخدم مثلا الميزوثرابي كلمة ميزوثرابي معناها اي حاجة انا بحقنها دي بنسميها ميزوثرابي يعني سواء كان فرط الرأس او في اماخ اخرى من الجسم بس احنا بتكلم النهاردة على الشعر فدي ميزوثرابي بيتم فيها استخدام المادة يعني اختيار المادة المناسبة للحالة اللي قدام دي يعني مثلا احيانا بي فيه فيتامينز علشان تساعد في نمو الشعر احيانا كمان ممكن نستخدم على فكرة البلازما البلازما من الحاجات برضو الجايدة جدا اللي بنقدر نستخدمها وبنستخرج من الدم الشخص وبيتم معيتها مرة تانية ما برضو نشرحها عشان نستفهمها البلازما بناخد عينة من الدم وبنلفها في جهاز اسمه كمية كبيرة مثلا لا لا عشرة سنتي عشرة سنتي دلوقتي فيه حاجة اسمها closed system دي تيوبس جاية closed ومخصصة لان لما بنلف البلازما الهدف ان انا اخد البلازما وفيها المعاملات النمو أو growth factors بشكل كبير مكسر عن طريق انا بكسف البلاتلتس او الصفايح الدموية اللي بتطلع لي بعد كده growth factors فكل ما بتتعامل بشكل صح وبتتعامل في التيوبس اللي هي جاية مخصصة لده كل ما تديني اللي انا عاوزها من حجم بتتخل ازاي بقى بتتحقن ازاي بتتحقن في فروة الراس بقبر بتكون صغنانة جدا مخصصة للحقن بتعمل ايه بقى في growth factors دي بتحفز نمو بصيلة الشعر بتشتغل عليها وبتنميها وبتحفز نموها يعني الميزو سيرابي هو حقن اشياء منها البلازما لا يعني ماشي هنقدر نسميها كده بس هو يعني دايما هي الحقن اشتركوا في القناة